اكدت سعادة الاستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة ضرورة توحيد وتكاتف الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية ورسم الخطط والسياسات الوقائية التي تنسجم بفاعلية مع المرحلة الحالية ومع جهود الفريق الوطني لتصدي لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر اكدت وزيرة الصحة خلال ترأسها اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغى بانواعه ومنتجاته والذي عقد عن بعد من خلال الاتصال المرئي اكدت على مستوى الجهود المبذولة وشراكة المجتمعية المقدمة من قبل جميع الجهات الحكومية والاهلية في بذل التعاون المطلوب والمشاركة في تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء من اجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع ونوهت الوزيرة باهمية الالتزام بمسؤولية بكل الاجراءات الوقائية والاحترازية للتغلب على التحدي الذي يمثله الفيروس مشيرة نيلة ان قرار اغلاق مقاهي الشيشة واقتصار انشطتها على تقديم الاطعمة فقط بناء على توصية الفريق الوطني طبي لتصدي لفيروس كورونا يأتي متماشيا مع الجهود والاهداف الرامية الى الحفاظ على صحة افراد المجتمع وحمايتهم من الاضرار المترتبة على التدخين والتبغى ومنتجاته والتي قد تؤدي الى زيادة التعرض الى مضاعفات هذا الفيروس واكدت الوزيرة على اهمية دور اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في مواصلة العمل واطلاق المبادرات في مجال تعزيز الوعي والتثقيف اللازم حول تأثيرات التدخين على صحة المواطنين والمقيمين في ظل هذه الجائحة والتعرض لاثار صحية محتملة نتيجة مضار التدخين والتبغ وذلك لارتباطه بحدوث العديد من المضاعفات